اهلا بكم في سادس دروسنا لتعليم دافينشي ريزولف 15 النهاردة هنتكلم على الكالر ويلز والفرق ما بين البرايمريز ويلز واللوك وكنا قلنا الموضوع ده في الدرس اللي فات النهاردة هنتكلم بالتفصيل على الدرس ده علشان نفهم الكالر ويلز دي شغالة ازاي لازم نفهم حاجة مهمة جدا في البرايمري ويلز عندنا اللفت ودي بتمثل طبقة الشادوز في الإضاءة او المناطق الدارك او المناطق البلاك بتاعت الصورة الجين بيمثل المناطق العالية في الصورة وهو في الحالة دي زي الترابيزة زي الجزء المنور ده من الجابهة بتاعتها هي مناطق الهاي لايتس اي حاجة بقى تانية في الوسط هي الميت تونز او الجامة فاي حاجة احنا بنعملها في الشادوز بتتحكم في النقط دي تو كنترولز لكل ويل الويل دي او الشادوز عندنا ليها الالوان وعندنا ليها الإضاءة يعني لو احنا جينا وكليك بالموس على البكرة اللي انت شايفها تحت دي وروحنا بيا ناحية الشمال انا بقفل الشادوز اوıy زي ما انتو شايفين كده تحديدها انا بغمق الميت تونز. طيب لو احنا رحنا لي الا هايلايتز زي ما قلنا اللي هي الجين. وروحنا بيها مسلا ناحية الورم او اللون البرتقاني شوية زي ما انتم شايفين كده. اللون هعمل ليكنج او تصرب لبقية الطبقات سماء شادوز او ميت تونز. طيب نعمل نفس الحكاية في الشادوز. لو احنا اقضناها وروحنا بيها ناحية الكول ناحية الازرق. هتلاقي انه حصل ليكنج واتصرب الى بقية الطبقات لو زودنا في شدته. نعمل نفس الحكاية طبعا زي ما قلنا هي نفس الشكل ولكن بدقة اكبر انت عندك او القنوات التلاتة. بتاعت المسلا لو رحنا الريد بتاعت او لو قللناها احنا كده بن او بنزود او اللون القريب من الازرق. ولو رفعناها بنزود الاحمر. طيب ايه اللي احنا ممكن نعمله لو جينا للوق. اللوق هو نفس الطريقة ولكن بدقة اكبر. علشان نوضح اكتر البرايمير ويلز بتحس ان الدوائر دي كأنها متدخلة او انترسيكتد مع بعض اكتر. بتأثر وبعض. بتأثر في بعض اكتر. لكن اللوق هنا مختلف. يعني لو جينا اخدنا الهايلايتز وروحنا بيها ناحية الورم او البرتقاني. بك اعملنا وروحنا للبرايميريز ورفعنا الجين ناحية البرتقاني شوية. واخدت استيل زي ما انتم شايفين كده لو اه عملت اه لو عملت اه اه لو عملت الواب بتاعي هتشوفوا جنب اللي عاش شمال ده هو اللي استخدمت فيه البرايميري ويلز. وشايفين هو راح قد ايه لناحية الورم. والجنب اليمين ده هو اللي انا استخدمت فيه اللوق. بالتالي اللوق والبرايميرز لهم كل واحد فيهم ليه استخدامه اللي نقدر نستخدامه فيه ولو عملنا هنبقى عملنا تاني لكل حاجة لو انا على في نقطة بقى مهمة جدا لو انا على ومثلا زودت الهايلايتس ناحية الورم التاب اللي تحت دي الاتش ار لو انا رحت بيها ناحية اليمين كده فانا بحدد اعلى نقطة في بحدد كده اعلى نقطة هي اللي تتأثر بس باللون نعمل رساد تاني لو انا خد الهايلايتس وروحت بيها ناحية مسلا الاخضر للاخر اوي كده زي ما انتو شايفين لو انا جيت خدت الهاي رنج دي وتحركت بيها ناحية الشمال انا كده بقول الهايلايتس اثرت على الميت تونز وعلى الشادوز ويمكن على الصورة كلها لو انا رحت بيها ناحية اليمين اوي فانا بأثر على اعلى نقط بس في الهايلايتس هي اللي تتأثر بي الافكت نفس الحكاية في الشادوز لو انا خدت الشادوز وروحت بيها ناحية الازرق اوي وجيت للل ار دي وغيرت فيها كده فانا لو رحت ناحية الشمال اوي انا لغيت التأثير بتاع الشادوز خالص وكل ما بروح ناحية اليمين انا بضيف من الشادوز بتروح للميت تونز وبتوصل كمان لغاية الهايلايتس لغاية ما تأثر على الصورة طيب احنا كده فهمنا ايه الشادوز فهمنا الميت تونز فهمنا الهايلايتس الاوف سيت او الويل الرابعة دي هي اللي بتأثر على الصورة كلها يعني بتدي لوك للتالت طبقات الاضاءة بتاعتنا لو احنا روحنا لها انا ممكن اعمل للويل وممكن اعمل لكل الويلز الموجودة كمان احنا لغاية احنا عندنا نقط كتير قوي عندنا وده هنتكلم عنه بالتفصيل او التشبع اللوني ازاي انه هو ممكن يزيد او يقل هنتكلم على كل النقط دي بعد كده وده كان شرح للفرق ما بين البرايميري ويلز والبرايميري بارز واللوج البرايميري ويلز والبارز هما نفس الشيء زي ما قولنا ولكن البارز بتبقى اكثر دقة شوية واللوج هي زي ما فهمنا كده بتدي تأثير محدود واضك كتير من البرايميري ويلز ولكل واحدة فيهم لها استخداماتها هنشوف ده بعدين لما نبتدي نلون الاطواط